الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تصدر محكمة العدلة الدولية قرارها اليوم بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية قد جنوب أفريقيا من المحكمة أن تقر هذه التدابير المؤقتة من خلال أمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة ووقف أي عمل إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات مناسبة لمنع الإبادة الجماعية وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدلة الدولية حول مثل هذه الإجراءات وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها اليوم في الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت جرينج نددت فرنسا بالقصف الإسرائيلي على مركز إيواء تابع للأمم المتحدة في خان يونس بجنوب قطاع غزة وشددت الخارجية الفرنسية في بيان على ضرورة حماية مواقع الأمم المتحدة والعملين في المجال الإنساني الذين يعد عملهم ضروريا لسكان المدنيين في غزة تعية إسرائيل إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي دعا مدير منظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم إلى وقف إطلاق النار في غزة وإيجاد حل حقيقي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني جاء ذلك خلال كلمته أمام المجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي وصف فيها الأوضاع في غزة بأنها جحيمية وأضف أدهانوم خلال كلمته أنه مؤمن بأن الحرب لا تأتي بحل بل بمزيد من الحرب والقراهية والعذاب والدمار ذكرت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر أمنية ومحلية أن صواريخ أطلقت على مجمع للغاز في إقليم كردستان العراقية وقال مصدر أمني للوكالة أن صاروخي كاتيوشا استهدف حقل كرومور الغازية في السليمانية دون وقوع خسائر فيما أكد مسؤول محلية في محافظة السليمانية وقوع الهجوم مشيرا إلى اندلاع حريق في جزء من حقل الغاز وقع الرئيس التركي رجب طيب أردغان على تصديق البرلمان على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي النيتو مما يمثل الخطوة الأخيرة في موافقة أنقرة على انضمام السويد إلى الحلف كان البرلمان قد وافق الثلاثاء على طلب السويد الانضمام إلى النيتو ليزيل عقبة رئيسية أمام توسيع الحلف بعد عشرين شهرا من التأخير هذا وتظل المقر عضو الحلف الوحيد الذي لم يصدق بعد على طلب السويد شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين إقبالا جماهريا كبيرا في يومه الأول وبلغ عدد الزوار 207 ألاف وأربعمائة وأربعة عشر زائرا حيث حرست الأسر المصرية على التوافد إلى المعرض من جميع محافظات الجمهورية وبكثافة عالية منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور وأوضحت وزارة الثقافة أن هذه البداية مبشرة بأن الدورة الحالية للمعرض ستكون اتثنائية على صعيد الاهتمام والزخم الجماهيري الذي يتناسب مع حجم الخدمات الثقافية والفنية المتميزة والمتنوعة التي يقدمها المعرض رياضيا يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب القنغو الديمقراطية في العشرة من مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الدورة الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية بكوتووار وشاهد المران مشاركة 24 لعبا بينما لم يشارك إمام عشور بعد خروجه من المستشفى ومن المقرر أن تتوجه بأثرة المنتخب صباح اليوم إلى مدينة سان بيرت بيترو ترجمة نانسي قنقر